السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم طلبة طالبات الصف الاول السهنوي ان شاء الله نبدأ معكم النهاردة الحلقة السهنية في مادة الكيمياء ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة مصطفى رجع بخبير العلوم وتعرفوا زمائلكم عشان يوصل لكم كل جديد وكلنا نستفيد من بعض نبدأ ان شاء الله الحلقة التانية كنا وقفين عند الحرارة النوعية وعرفنا الحرارة النوعية الحرارة النوعية وقلنا في قانون بيربط الحرارة النوعية وكمية الحرارة وعزين نركز عليه شوية القانون ده كيو بي كمية الحرارة عند ضغط المعتاد كيو بي برجار يعني بيساوي الكتلة مضروبة في الحرارة النوعية مضروبة في فرق درجات الحرارة طيب انا كتب القانون ده ليه لاني بجيلي في الامتحان ماذا نقصد بقولنا الحرارة النوعية للماء بتساوي اربعة وتمنتاشر من مية يعني بداية سؤالنا كده قبل ما نبدأ في التفاعلات التاردة والمصة ماذا نقصد بقولنا الحرارة النوعية للماء بيساوي اربعة وتمنتاشر من مية خلاص جرام على درجة الحرارة خلاص اللي هي ايه درجة مقوية درجة مقوية خلاص يبقى الوقت ينوت الحرارة النوعية لو جبناها كده عشان نفهم برضه هنتكلم ازاي حرارة نوعية عبارة عن كيو بي على القتلة خلاص مضروبة في فرق درجات الايه الحرارة يبقى ما يجي يقولني ماذا نقصد بقولنا الحرارة النوعية للماء بيساوي اربعة وتمنتاشر من مية جرام على خلاص جرام او جول الاول عشان نمشي مع القانون صح جول على جرام مضروبة في ايه درجة الايه الحرارة ننكس كده في الكلام اللي هنقوله ده ماذا نقصد بقولنا ان الحرارة النوعية للماء واي مادة بقى يبقى الوقت هنا او هنضع عشان نعرف صح اربعة تمامتاشر من مية جول على واحد جرام مضروبة في واحد ايه درجة مقوي يبقى ما التعريف ده ممكن نعرف ماذا نقصد بقولنا بسهولة وهي معنى ذلك معنى ذلك ان كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من الماء درجة واحدة مقوية هتساوي اربعة وطمنتاشر من مية اربعة وطمنتاشر من مية خلاص جول اربعة وطمنتاشر من مية جول يبقى بالراحة تاني كده ونعرفها بالراحة عشان يجي لأي حاجة ماذا نقصد بقولنا الحرارة النوعية لأي مادة اربعة وطمنتاشر من مية جول ما كدبتش بقية وحدة اقياس ليه لان احنا بنتكلم عن كمية الحرارة شوفوا بداية التعريف كده معنى ذلك ان كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة واحد جرام من المية درجة واحدة مقوية هذا هو الرقم اللي هو اربعة وطمنتاشر من مية جول تب لو جاب لأي حاجة لأي مادة معنى ذلك ان كمية الحرارة اللازمة واشوفوا الرقم كام لرفع درجة واحد جرام من اسم المادة اللي اعطاهلي درجة واحدة مقوية وبدت بالرقم اللي هو اطول في ايه ماذا نقصد بقولنا احنا خدنا مسألة في الحاسة اللي فاتت او مسألتين على الحرارة النوعية والمسائل ان شاء الله هنطلع لكم من الامتحانات ومن بنك المعلومات باذن الله بس عشان نمشي في المنهج شوي هنبدأ بعد كده التفاعلات او المحتوى الحراري طبعا ده الدرس التاني الدرس الثاني عشان نماشين بالترتيب معنا درس التاني المحتوى الحراري اتش انجلش يا واستاذ بلاش كلام انجلش لا لما لازم نعرف محتوى الحراري يعني ايه لان هنجي نعمله الوقتي هنكتب رمز ايه اتش يعني معناه المحتوى الايه الحراري ما معنى المحتوى الحراري مجموعة الطاقات مجموعة الطاقات لا هي طاقة واحدة اه اكتر من طاقة مجموعة الطاقات المختزنة في مول واحد من المادة نركز كنا في الكلمة دي يعني المادة ايه 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 حكاية المادة احنا عارفين المادة تتكون من عدة جزيئات الجزيئات تتكون من عدة زرات يعني فيه زرة زائد زرة بتتديني جزيئ طيب وبعد ايه جزيئ زائد جزيئ بديني ايه المادة اذا المادة تتكون من ايه عدة جزيئات طيب الجزيئ يتكون من عدة الزرة ولذلك بنقول الزرة دايما هي اصغر وحدة بنائية للمادة لا يمكن تفككها الى ما هو ابسط منها طيب احنا عاوزين نقول ايه في الموضوع ان فيه عندي طاقة اسمها طاقة مستوات الايه في الزرة فيه مستويات الطاقة لها طاقة اذا فيه طاقة هنا في الزرة اسمها طاقة المستوى يعني ايه طاقة المستوى عشان الناس اللي نسد عارفين K L M N O B Q وكان فيه توزيع الاكتروني خلاص المستوى الاول المستوى التاني اذا فيه طاقة خلاص الطاقة دي العلماء قالهم ان هي اسمها طاقة ايه مستويات الطاقة في الزرة طيب الجزيئ عشان يرتبط مع بعضه اذا فيه طاقة الروابط الكيميائية طاقة الروابط الكيميائية نركز ايه في الكلام ده طيب المادة جزيئ الكون وجزيئ 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 وجدوا ان فيه قوة اسمها قوة فاندرفالز فاندرفالز اللي بتربط الجزئات ايه مع بعضها يبقى المحتوى الحراري يشمل التلاتة دول المحتوى الحراري يحتمل او يشمل المادة والجزئ والايه والزر ولذلك معلومة مهمة جدا 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 عشان الشغلة ان يشغله مع بعض الوقت المحتوى الحراري للعنصر بيسوي صفر المحتوى الحراري للعنصر او للزرة بيسوي ايه صفر لان لازم اجتماع التلاتة دول مع بعض عشان يبقى له ايه قيمة نوضح كلامنا هيباني الوقت حالا في التفاعلات الطردة والتفاعلات الايه المس يبقى المحتوى الحراري نعرفه تاني مجموعة الطاقات المختزرة وزيلك كلمة الطاقات ديت مش مكتوبة اعتباطا لا دا لها معنى ان فيه تلات انواع من الطاقات موجودة في الايه في المادة نفسها ولذلك هنبدأ التفاعلات الكيميائية قسمت حراريا الى تفاعلات طردة الحرارة تفاعلات طردة للحرارة وتفاعلات مصة للحرارة في مخطط للطاقة هو منحنة بلغة الفيزياء ولكن الكيميائية نسميه ايه مخطط يبقى هنا تفاعلات طردة للحرارة تفاعلات مصة للحرارة طيب نعمل مقارنة كده بكل معلومة مطلوبة مننا ان شاء الله عشان يبقى بداية انطلاق الكيميائية تفاعلات طردة الحرارة هي تفاعلات تعرفها تفاعلات يصاحبها انطلاق طاقة كناتج من نواتج التفاعل كناتج من نواتج التفاعل يعني ايه كلام ده يفيدنا جدا برضو عشان باب الخامس اللي فيه التفاعلات ايه النووية نبدأ نشوف ايه اللي بحصل ومثال بسيط خالص بنعمل منحنة والمثال اللي هقوله مثال عمل من حياتنا يعني بنبدأ خالص احنا عرفنا التعرفها تفاعلات طردة الحرارة تفاعلات يصاحبها انطلاق طاقة كناتج من نواتج ايه التفاعل يعني كوباية شاي او انبوبة فيها كربون خلاص او فيها مادة هيحدث ايه اشتعل فيها الاول اشتعل بسيط هنجي نمسك الانبوبة ولذلك بننصح زميلنا وحبائبنا مدرسين الكيميا ومدرسات الكيميا ما نمسكش انابيه باختبار قدام الطلبة في المعامل لازم بماسك يبقى لازم ماسك نمسك بول انبوبة دي اساسيات الكيميا بالمناسبة الماسك بتمسك بالانبوبة ليه مش منظرة لان فيه تفاعل ممكن يتم ان يلاقي الانبوبة سخنت ممكن كرد فعل فعل منعكس زي ما ناخده في الاحياء ان شاء الله فعل المنعكس ده في تانية سنة وفي الاحياء فعل المنعكس ده ممكن نعمل حاجات لا ارادية نهدف الانبوبة في وش اللي قاعد ياما تيجي عليها ياما تعمل مصيبة بالانبوبة يبقى الوقت هنا لو نماسك الانبوبة انبوبة الاختبار وبعمل اي تجربة يستحسن ويفضل بل يجب نمسكها بايه بماسك الماسك بيبقى موجود في المعامل بس احنا بنكسل بنمشي صح بنختصر الطريق فطبعا بيبقى فيها اضرارها ايه مش كويس خلينا في الموضوع قطعة فحم ولعنا نار بسيطة جدا 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 ها قطعة الفحم الكربون خلاص يعني المثال عندنا كربون زائد اكسوجين الهواء الجوي اشعال بسيط جدا 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 هينتوكساني اكسيد الكربون خلاص غازية تصعد والانبوبة ايه هتسخن ده المثال بتاعنا طب نبص بقى في مواد متفاعلة اه في مواد ناتجة ناتجة من التفاعل طب نشوف بقى عوزين نعمل ايه ايه حكاية التفاعلات الطردة هلمثلها بالزبط كوباية شاي كوباية قهوة حاجة سخنة قدامي حطتها على المكتب او الترابيزة قدامي ايه اللي بحصل بتبدأ طفقة حرارة الوسط يبقى البداية من فوق يعني المخطط ده مخطط ايه تفاعل الطرد للحرارة بيبدأ اللي من اعلى اه واخدوا بالكم اتش وان اتش وان ماشي يعني اتش وان يعني ايه المحتوى الحراري للمتفاعلات يعني ايه متفاعلات لسا ايه لها فوق اي عناصر عندي ها محتوى الحراري ايه بتاعها صفرة طيب درجة الحرارة بتبدأ ها تفقد حرارة الوسط تفقد حرارة الوسط الى انتصد الى درجة حرارة الغرفة نركز عشان تبقى سهل فهمها ويجيب لي اي معادلة خلاص ويقول لي تفاعل طرد ولا ماصر الحرارة جاب لي اي منظر منظر مخطط ده اسمه مخطط التفاعلات الطردة تفاعلات الطردة للحرارة يبقى اي تفاعل بيبدأ من فوق هو تفاعل طرد للحرارة طيب الماص بنبدأ من تحت طيب وبعدين يفقد حرارة الوسط الى ان يصل لدرجة حرارة الغرفة مثال بسيط برضو معلش محدش ايه يعلق على الامثلة لان في بعض حاجات ايه ها بنوصلها بطريقة او باية طريقة موجودة في حياتي لو انسان سخن عنده ارتفاع درجة حرارة مش ممكن يطلع نواتي كلامه معانا او قرار مصيري الا اذا ما يهدى وتنخفض درجة ايه حرارته اذا انساني اكسيدو كربون لن يتكون الا اذا انخفضت درجة الحرارة بغياد درجة حرارة الغرفة نركز كده في الكلمات كده اللي هقولها هنا اتش اتنين يعني محتوى الحرارة ايه للنواتي طيب المنطقة ديت التغير في درجة الحرارة دلتا اتش التغير في المحتوى الحرارة بيسوي ايه الشطر بقى يتكلم معاه بالراحة مش مهمة ارقام الصفر ما يعلو الصفر موجب ما يلي الصفر في الرياضيات فهو سالب اذا الاشارة هنا ايه سالبة مش مهمة ارقام خالص في المثال ده يبقى الوقت هنا ايه اللي حصل دلتا ايتش ايه سالبة يبقى اول حاجة في المقارنة قارن في جدول بين تفاعلات الطرد الحرارة والمصة الحرارة انا بدي معلومة عامة هو للكل لان في اسئلة كتير هتيجي طبعا في المناهج الجديدة والنظام الجديد ان يهمني فاهمين المخطط اللي قدامي اسمه مخطط التفاعلات الطرد للحرارة طب ايه المطلوب مني هرفت اول حاجة التعريف نمرة اتنين المثال المعادلة معادلة التفاعل تلاتة المخطط قدامي مخطط قدامي طب اربعة دلتا اتش مالها سالبة دي معلومة طب المعلومة رقم خمسة والاخيرة ومهمة جدا هحطها في صورة علل لاني بتجي الوحدة علل دلتا اتش سالبة سالبة في التفاعلات الايه الطردة تفاعلات الطاردة للحرارة ويا ريت وانا بجاوب نبص للمخطط اللي قدامي لانها تسهل لنا الامور يعني المص الحرارة عكس دا في كل حاجة بالراحة خلص كده الايجابة هنجاوبها ازاي لان اتش اكبر من اتش اتش في عندك دليل يا وساز اه ما هو الصفر في وسط الارقام مالوش قيمة اقلهم ولكن ما ييجي اشارة سالبة اذا نزلنا اسفل ايه الصفر اذا الصفر اعلى من ايه من السالب يبقى الوقت ينهو الاجابة النموذجية لان اتش اكبر من اتش وعلمة اكبر من اهي عشان الناس ها اللي متاخدش بالها من العلامات دي طب الحاجة التانية لان التفاعل يفقد حرارة للوسط وده نقولتها في كوباية الشاي او كوباية القهوة حطتها على المكتب دي اتان ثلاثة لقيتها جو الغرفة الكلام ده انا عملته في التفاعلات الطردة الحرارة طب نشوف التفاعلات المصة الحرارة اول حاجة التعريف التعريف مهم اه مهم جدا تفاعلات وصاحبها انطلاق طاقة لا تفاعلات وصاحبها امتصاص تفاعلات وصاحبها امتصاص حرارة من الوسط في مثال كده من حياتنا اه حاجة ساعة قدامي مفيش ديئتان تلاتة هتكتسب حرارة من الغرفة وتوصل لدرجة حيات الغرفة طب الحاجة السخنة كان ايه اللي بحصل بتفقد حرارة للوسط يبقى كلبيت شاي ساخن ايه اللي يحصل ها بتفقد حرارة للوسط طب هنا حاجة ساعة ها ايه ايه اللي بحصل بتكتسب حرارة من اين من الوسط يبقى ده حاجة بردهيت تكتسب حرارة من الوسط. يبقى الوقت التفاعلات وصاحبها امتصاص حرارة منين من الوسط. ماشيين بالترتيب اهو. طب المسال عندنا ممكن اي مسال معادلة عندنا? اه بسيطة جدا. اتش تو زائد اي تو سهم بديني اتنين اتش اي. يوديد الهايدروجين. يبقى ايدروجين زائد يود بديني اتنين ايه? يوديد هيدروجين. نعمل منحنة او مخطط بتاعنا. ويا ليت نركز فيها وبره وقلم ونسمعها اكتر من مرة برضو عشان ايه? نركز فيها. ها البداية زي ما قلنا عكس التاني. يبقى دي عندي المتفاعلات. وخلاها قاعدة عامة عندنا بقى المتفاعلات. قلنا بتاعتها ايه? صفر. واحنا مغمضين. طيب حاجة ساعة. تكتسب حرارة. تكتسب تكتسب تكتسب. الى ان تصل لدرجة حرارة الغرفة عندها تيتكون النواتج. فين النواتج? اتنين اتش اي. عندي في المعادلة هي. طيب ايه اللي حصل بقى? نبدأ نشوف. قلنا الصفر اسفله سالب. ازا هنا هو بالموجب. هنا اتش تو. اتش تو. هنا دلتا اتش. بالموجب. علل. لماذا? ايه اللي حصل? ما يعلو الصفر فهو ايه? موجب. ولانها اكتسبت اكتسبت حرارة من الوسط. ولان اتش وان اصغر من اتش ايه تو. يبقى الوقت انه هو نكمل كلامنا بقى كده. رقم تلاتة المخطط قدامنا. المخطط قدامنا بالزبط اهو. اربعة. دلتا اتش موجبة. دلتا اتش موجبة. دلتا اتش موجبة. علل. اللي يا رقم خمسة. علل. دلتا اتش موجبة. في التفاعلات الماصة للحرارة. في التفاعلات الماصة للحرارة. نركز او مقارنة جميلة جدا جدا جدا. الاجابة النموذجية عكس التانية بالزبط. لان اتش وان هعكس العلامة. خلاص? اصغر من اتش تو. ولان التفاعل يكتسب حرارة من الوسط. اللي قدام على الصبورة كده ممكن اطلع منه خمس ستة اسئلة. اول من مقارنة بين تفاعلات طردة للحرارة ومص الحرارة. ثانيا ممكن نجيب بالمخطط ونقول هل هو طارد للحرارة ام مص الحرارة. ممكن نجيب علل دلتا اتش سالبة. ممكن نقول اكمل دلتا اتش التغير في المحتوى الحراري للتفاعلات الطردة تكون نقط. ممكن اعمل لها لك موجبة ونقول ايه? صوب الخطأ. خلاص? ممكن تعريف المحتوى الحراري. او مصطلح حلمي مجموعة الطاقات المختزنة في مول واحد من المادة. ممكن ماذا نقصد بقول لنا? الحرارة النوعية لاي مادة بديني رقم. وبديني وحدات القياس. فخليني شاطر كده وامكاتب القانون. القانون الاصل عندي يوم. بتاع حل المسائل والتعارفات وكل. يبقى الوقت هنا الحرارة النوعية. الحرارة النوعية. ويا ريت نتابع الايه? الحلقة الاولية. ونشوفها برضو اكتر من مرة عشان نستفيد. كيو كمية الحرارة. عشان برضو اللي مركزش معايا. ام كتلة. ها? ودي لتعيدش ايه? تغير. في درجة الحرارة. يبقى اي مادة جيلي. ماذا نقصد بقولنا? الحرارة النوعية للنحاس. بتساوي اتنين وتمانية من عشرة مثلا. خلاص? هحط اتنين وتمانية من عشرة فوق جول. وهنا واحد جرام زماهية واحد سي زماهية. اللي هي درجة معوية. سنت جري. معنى ذلك ان كمية الحرارة اللازمة. لرفع درجة حرارة واحد جرام. درجة واحدة مئوية. بتساوي الرقم اللي عطوهولي بس بالجول بس. لان انا بدايت في التعريف او في ماذا نقصد بقولنا? كمية الايه? الحرارة. دي كانت الحلقة التانية في الكيميا ان شاء الله. نبدأ ان شاء الله الحلقات القادمة. نستمر بقى عشان نحاول نخلص ونفهم الباب الرابع. بازن الله. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.